وصلت حملة 100 يوم صحة أعمالها في أسوان حيث تم تكثيف التوعية بالخدمات التي تقدمها وزارة الصحة وسكان إضافة لتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات جيدة للمنتفعين وتشمل الحملة وخدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة والتقزم وزيادة الوزن والاعتلال الكلوي ودعم صحة المرأة وغيرها من الخدمات الصحية نحن هنا مدواجدين لتفعيل مبادرة 100 يوم صحة بتاعت رعاية السيدة الرئيسة الجمهورية أنا هنا المسؤول عن تسجيل البيانات بيجي المواطن بيأخذ بطاعة بتاعته بعد كده بيسجل بنات بتاعته على السيستم بعد كده بنتظر الزمالي بيعمله للتحليل اللازمة وكل الإجراءات وانتظر النتائج ودخل كل نتائج سواء كانت إيجابية أو سلبية لو كانت سلبية فإحنا الحمد لله كده تطمنع المواطن لو كانت إيجابية متردد بيجي بنسجل بياناته على الكمبيوتر وبعد كده بنجيس الضغط والسكر ووظائف الكلة وصحة المرأة ومعانا زميلة هنا بتقوم فيما يخص بالمرأة يتم تسجيل التحليل وإرسالها لموقع الوزارة والحالات اللي بنشوف إنها تتحول لإحدى مستشفات الوزارة تصحها بأسوان بنحولها والفحصات والتحليل بالمجان بتشمل صحة المرأة بنشتغل لها بنكشف عليها المبادرة ولو في أي حاجة عنديها إحنا بنحولها محض الأورام بأسوان أو الصداقة أو مستشفى الصداقة بنجيس لها الضغط والوزن والطول وبنجيس لها السكر نشكر السيدة الرئيسة عفتاح السيسي على الحياة اللي بعملها دي ماشاء الله يعني خدمة للمعطنين كشف البلاش السكر ووظائف كلا كل حاجة ماشاء الله